وتزامنا مع العملية سيناء 2018 التي تشنها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية لاستهداف الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من المتطرفين رصدت الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية مخططا لجماعة الإخوان يستهدف ضرب البلاد بأعمال فوضوي خلال الفترة المقبلة مما يساهم في إرباك الأجهزة الأمنية وعودت جماعة الإخوان مجددا للمشهد وتبين أن القيادات الإرهابية الهاربة للخارج كلفت كوادر شبابية بالقيام بأعمال تخربية خلال الفترة المقبلة وفي سبيل ذلك وقع الاختيار على عناصر معظمهم ينتمون لعائلة عقاب بالبحير لتنفيذ هذه التكلفات واختاروا مزرعة يملكها الإخواني عبد المنم أبو الفتوح في واد النترون للتدريب داخلها وإخفاء أسلحة كانت في حوزتهم قبل الحصول على إشارة البدء في تنفيذ أعمال تخربية على نطاق واسم إلا أن أجهزة الأمن رصدتهم ودهمت المكان وتمكنت من ضبط ستة منهم وتلاحق شقيقيني كان على تواصل بهذه العناصر الإرهابية وبدوره قال مصدر أمني أنه استكمالا لجهود وزارة الداخلية في إجهاد مخطط قيادات التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإرهابية الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادي الإخواني المحبوس عبد المنم أبو الفتوح والذي يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالبلاد بالتوازي مع قيام مجموعة من العناصر الإخوانية بتنفيذ سلسلة من الأعمال التخربية ضد المنشآت الحينوية لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية لتصدر المشهد السياسي طيب خلينا يعني خلينا يعني يكفي كده جماعة من أسماء الناس موجودة في طيب بيقولوا أنه توفرة معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد مجموعة من العناصر الإخوانية بمزرعة خاصة بالقيادة الإخواني عبد المنم أبو الفتوح بنطاق مركز شرطة وادي النترون بمحافظة البحير واتخاذها وقرا لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ مخططهم العدائي وتم استداف المزرعة في الإطار القانوني وأصفر ذلك عن ضبط ستة عناصر هم أحمد ميم مع رمزين للعسمه أحمد ميم وعبد الحميد ميم وعمر صاد ومحمود عين وأحمد يه وعطية عين والسابق اتهامهم ده المهم والسابق اتهامهم في عدة قضايا خاصة بأنشطة جامعة الإخوان الإرهابية في القضايا رقمها يبقى 6584 لسنة 2014 إداري مركز حوش عيسى والقضية 3558 لسنة 2017 جنح أبو المطمير والقضية رقم 567 لسنة 2016 جنح مركز حوش عيسى والقضية كمان رقم 7975 لسنة 2015 جنح حوش عيسى كمان في قضية 2890 لسنة 2014 جنح حوش عيسى حوش عيسى دي صعب يا جماعة حوش عيسى ده مريم يسا يزعل حوش عيسى والقضية رقم 3857 لسنة 2016 إداري حوش عيسى وعزر بحوزة المقبوض عليهم على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وسيارة نصف نقل مملوكة للإخواني محروس سين وأشارت المعلومات لأن القائمين على إيواء هؤلاء العناصر بتكليف من القيادة الإخواني عبد المنين والفتوح هم كل من الإخوانيين الهاربين حسام عين محكوم عليه بالسجن المؤبد جنايات عسكرية في القضية رقم 257 لسنة 2014 وشقيقه أيمن محكوم عليه بالسجن في أربع قضايا أبرزها السجن 15 سنة في القضية رقم 6940 لسنة 2014 جنايات حوش عيسى وجاري العمل على ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ده البيان الرسمي للعملية بتاعة الداخلية النهاردة لأبضوا على ستة عناصر إرهابية في مزرعة يمتلكها عبد المنين والفتوح طيب خلوا دي على جنب أنا عندي سؤال تاني يعني عبد المنين والفتوح أصله مش غني مش غني يعني مش وارس وطبيب تخرج طبيب واشتغل وبتاعه هل يمكن في لحظة ما والراجل محبوس آه لكن هل يمكن أن يفصح أبنان الفتوح عن زماته المالية يعني المزرعة دي منين اشتريها منين اشتريها امتى ودفع فيها كام وعنده فلوس قد ايه وعنده ممتلكات قد ايه هستو في حاجة غريبة جدا يا جماعة يعني اخوال المسلمين دول فجأة كده لما وصل الحكم لقينا مليارديرات بينتموا لإخوال المسلمين وكانوا طول وقت يقعدوا لك بيحبسونا وبيشردونا وبيصدروا أموالنا وفلوسنا فده السؤال والله ليس طعما في زمة عبد المنينو وبالفتوح لكن سؤال والسؤال مشروع ويمكن أدعو الجهات القضائية كمان انه هي تشوف الراجل ده عنده ايه وجاب منين واشترى المزرعة دي منين وجاب فلوسها ازاي يعني من باب العلم بالشي طيب إذن هذا الملف زي ما حضراتكو شايفين مش تلقيكة يعني احنا ما بنتلككش عشان نقول كل حاجة على الإخوال المسلمين لأنه الحمد لله البلد بتنجز وشغالة والعملية بتاعتقاط مسلحة يعني شغالة زي الفل وعندنا افتتاح لمشروعات بلد شغالة زي الفل لكن الناس دي لا تزال برضو شغالة زي الفل ضدنا